كانت علاقتك إيه بالجرن؟ بإيه؟ بالجرن الجرن شطا آه ده كابتن شطا ده أخوي وحبيبي ده أخونا كلنا وحبيبنا وإنسان من الناس النظيفة جدا يا سلام يا سلام ونعم الناس وأفتكر له وتأقلم معنا بسرعة بقى كن واحد من أجبال النادي الأهلي والله وإحنا برضو إحنا دلاله الجنسية عشان يعني نبقى معنا وجوزنا برضو مصرية لا هم عوش الجنسية نعم عوش الجنسية لا أخدت جنسية مصرية لا لا ما أخدش الجنسية مصرية لا لسه قالك ما أخد والله إحنا نشرف أنه ياخد طبعا 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 شطا ده من المصر شطا واحد مننا بقولك حسيسنا كين واحد متربي في النادي الأهلي ومن الحاجات اللي رفعت قدره جدا إن في وقت بالأوقات أنا كنت مسك مدير فني بطرول أسيوت وكان عصام حافظ كان مدرب حراس مرمى عندنا كان مشي لسبب مما من قطع ناشئين وهو كان بيكلمنا عليه فأنا قال لي ده هو ما بيشتغلش ولازم بتاخده معاك وبتاع شغل فيه وعصام حافظ ده من المدربين طبعا الكواسين جدا في حراس مرمى خدتوا ما يقعد معايا ثمان سنين يعني أنا دي يعني شفتها في شطة أنه هو بيدور على زميله ومش عايش لوحده لا لا إنسان جميل وإنسان جامل وإنسان بسيط في كل حاجة لا إنسان ونعمة طب هو كان مساجد كده إيه لك كلمتين نسمعه أكيد حاجة ليه بيخبط فيه لا 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 بالعكس ده متكلم هنسمع كلامه ونرجع له تاني هنرجع لك تاني أتوضل يعني أكيد محمد عامر حقيقة من اللاعبين القلائل اللي في نادي الأهلي قال للناس ما تعرفش إن كان ليه دور كبير جدا في في تكتيك النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي وطولات النادي الأهلي لأن حقيقة اللاعب الوسط ده هو الرمان اللي تزود النادي حقيقة وأنا هو طبعا لعبنا مع بعض في هذا المكان سنوات طويلة جدا حقيقة وعشنا أحداث كثيرة جدا في مباريات مهمة جدا أفريقية ومحلية إذا كانت على مستوى الدوري والكاس أو إذا كانت على مستوى بطولات أفريقيا عشنا مع بعض سنين طويلة حقيقة بضيف حاجة تانية إن أنا إلقتي به مستمرة حتى هذه اللحظة وعنى تعطاناش من من السنوات السابقة اللي عشناها حقيقة من الناس الأوليليين اللي مستمرة نين معايا في التواصل نلتقي على الفترات متبعدة وكامنا ركبت مصطفى عبد النفسه بنتواجد حقيقة على الفترات متبعدة لكن متواصلين جدا وهو وكامت المختار مختار ومير همام الحقيقة ورمضان السيد وحمد الجمعة مجموعة كانت الحقيقة يعني إذا ما تقولي كده عاملين عاملين ربطية مع وعدو كلنا وطبعا المباراة كلها ذكريات مباراة كلها ذكريات بتكون خسران وتكسبي وتكون كسبان وتخسري أو بتكون متأخرة في النتيجة أو كده طبعا أشهر حاجة طبعا لمحمد عامر حقيقة حاولها بس إنه مصير أهل والزمالك طبعا محمد عامل اللايبة الوحيدة اللي جاب جنين واحد فينا واحد في زمالك يعني دي حاجة طبعا ناسات بتذكرها وأنا حقيقة بقولها والجول اللي جي فينا حقيقة محمد عامل لما يعني جي طلع الكورة برنا من الدفاع ودخلها جول الحقيقة الكابتن مجد شلبي الزمالك يعني عدى مني وأنا طبعا في غفلة كده فلما عدى مني أعكسها طبعا مفروض محمد عامل يخرجها بقى وينقذني أنا من الورطة أنا فيها والراجل عدى مني يعني ودي طبعا عادي جدا ممكن اللعيب عدى منك بس طبعا ما تبقاش كرة خطأ في مرمى اللي هي الانجول دي ولما جابها وبتقول يا كابتن محمد يعني الكرة الوحيدة اللي عدى منها وعكسها تيجي يقول فينا تجيبها فيها يا رب يا محمد يا عامل إن شاء الله ربنا كده يعني نسهلها وانتعادل أو نكسر بعد دقيقة واحدة كرة عاكس المحمد عامل كان بيجري على الهجوم وراحتك مدخلها جوم في الزمالك فجاب قول وتعدلنا على طول في حقيقة في الموقف ده فبتقول يا حمد انت أنقصتنا بصراحة ده كان موقف صعب جدا إننا لو خسرنا وانت جبت يقول في نفسك كان حتى تبقى مشكلة لكن طبعا حقيقة يعني هو كان من الدفاع للهجوم من الدفاع لا يوين ومن الناس الخلائي اللي في نادي الأهلي كانوا بيغطوا الملعب على مساحات واسعة جدا يعني أنا مش عايزة أقول لا أنا برد كنت معا كده لكن احنا كنا حقيقة بنشتغل في هذا المكان المطبخ بدع نادي الأهلي بناخد كورة بنوصلها ترجع علينا بنجيبها وهكذا كان أداءنا الحقيقة أداء مهم جدا في الملعب يدوكوتي كان بيعتمد علينا اعتماد كبير جدا يعني المحتار كان عنده دوره وطير الشيك كان عنده دوره صفت كان عنده دوره وأنا ومحمد عامر كان عندنا دور يعني حقيقة ابنائنا سنوات طيولة جدا مع بعض في النادي الأهلي وأنا حقيقة بحس أنه هذا البرنامج بيعيد ذكريات كثيرة جدا للنجومة السابقين واللعيبة الحقيقة اللي أسره النادي الأهلي بهذه البطولات السابقة برضو بسامكش في حتة صغيرة كده حبيبك ده ايه حبيبك يعني احنا يعني العلاقة مستمرة لغد الوقت اه وكنا قبل كده علاقتنا حتى أسريا كنا بيجي عندي هو أسرته وأنا برو عنده كنا يعني كنا مرتبطين ببعض جدا لا شطة شطة إنسان جميل انت فاكر الجون اللي هو قال عليه ده ايوة في مجل الزمالك احنا في أول دي اتريت لو عندنا الجول ده جبهولنا جماعة عشان بس انا عاوز اشرا عليه حتة كده حاجة صغيرة بس انا برضو احنا برضو بنلقي الضوء على الجول دوت او عجولين دول اللي انا جدتهم بالذات زي ما قالش حتى كده مجد شلبي عادة من ناحة الشمال وعملها بالعرض وكنت انا منت ومن مع سعيد الجدي وعملها بالعرض وانا روحت قبل سعيد الجدي اطلحها لان لو عملتها مليون مرة مش هتيجي كده مش هتيجي كده لازم تطلع بره لا ده نعاوز اقول هنا بقى نقطة هنا مهمة للعبين محمد عامل بيلعب اصلا ايه بيلعب في نص الملعب جنب الشمال اه ايه اللي وداه الحتة داية عاوز يغطى على زميله وهو شطة ههو اللي قال الكلمة داية ديها لفت نظري ايوه لان ساب مكانه راح يغطي مكان زميله فعاوز يشيلها حظه وحش انها قلشت على باقي عاوز يشيلها انا طلحتها فعلا بس هي جات في الزاوية الدايقة اللي بتاعت اكرامي اه يعني اكرامي دخلت منه من الزاوية الدايقة فانا طبعا جات جول وبعدين اكرامي قاعد يقول لي قاعد يقول لي جبت فينا جول يا عامل وحيولتم على وشه اه فطبعا انا الدنيا لفت بي طبعا يعني مش عايز اقول لك ممكن تكون السودة قدامي ايوه ده وات سمات شهل وزمالك اه حطاها من فوق مروان كنفاني ايوه بعد اسبوع ماشي اه قلت ده ده الموضوع اه 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 بص لما دي لبص الله كده طب ايه اللي محمد عامل شوفه بيلعب قصر بلص الملعب ايه اللي وداه في الحتة ديت يعني ايه اللي وداه محمد ايه ده الجول التالي انا عزينا بس نمشي واحدة واحدة الجول اللي لينك او ده الجول او اعمالها بالعرض اه شفت انا رايح فين رايحة وقابليه رايحة بليه اكرامي طبعا كان طالع مجول لو كان وقف لا هي بقى نصيب نصيب اه انما ده الجول اللي انا عملتلك بالراسي بانه عملتها ايوه علابتها بص تلق خلصنا عامل اه حسن الوادر عمل للاوت وانت لعبتها بدماغك الورا شوف تتعدي من كام لعيب من الزمالك خمسة لعيب عد عد الجول اللي الجول التاني نعم عد بقى خمسة لعيب بعدما انت انت المباردة كنت هداف المباردة بص اه شوف خمسة لعيبة نعم وانا هنا روح اجيبها هو ربك بقى عشان ربنا مش عاوز يخزلني والله ربك طبعا اه لكن الفترة اللي بين الجول الاولاني والجول التاني اربع دقايق شاشة سوداء اه لا اربع دقايق اه لو تتفرجت عليهم الاربع دقايق هتلاقي ان انا بجل في كل حتة فكورة عاوز تعوض عاوز انا اللي جيب الجول مس عايز حد التاني يجيب وعاوز تعوض ايو عاوز تعوض بس انا اللي جيب الجول ما هو ممكن اه مصطفى عبدو يجيب الجول اه شطر اللي يجيب الجول لكن مش حابقى مرتاح اكيد اكيد عاوزت نسي الجمهور ربنا ساعدني ان انت عملتها في دماغك وانزلت من تحت خانة لو اعرف انها الجيلة كنت عملتها كده في الجول